اعراب المفعول فيه ماذا تفعل يا سمير؟ إنني أقرأ كتاباً، ماذا تريد؟ إنني أبحث عن كتاب كنت قد تركته فوق طاولة المكتب، هل رأيته؟ لا، لم أرأ أي كتاب، هل تذكر متى تركت الكتاب هنا؟ كنت قد بدأت القراءة ظهراً، وآخر ما أذكره أنني تركت الكتاب فوق الطاولة، وخرجت مسرعاً إلى الحديقة عصراً قد يكون الكتاب قد وقع وأنت تتركه مسرعاً، ساعدني لنحرك الطاولة، فربما يكون قد سقط خلفها نعم، ها هو الكتاب أرأيت يا سمير كم أنا ذكي ومتميز؟ فتمكني من اللغة العربية واستخداماتها بالإضافة إلى ذاكرة القوية على تذكر المكان والزمان، ساعداني على إيجاد الكتاب وما علاقة اللغة العربية بالأمر؟ تذكري للمكان والزمان الذي تركت فيه الكتاب، ساعدني على إيجاده، وهذا هو ما يسمى في علم النحو بالمفعول فيه والمفعول فيه ينقسم إلى نوعين، مفعول فيه ظرف مكان، ومفعول فيه ظرف زمان المفعول فيه ظرف مكان هو اسم يدل على مكان وقوع الفعل، ويسأل عنه بصيغة أين؟ مثل أين الكتاب؟ كتاب اللغة العربية فوق الطاولة المفعول فيه ظرف الزمان هو اسم يدل على زمان وقوع الفعل، ويسأل عنه بصيغة متى؟ مثل متى تتساقط الثلوج؟ تتساقط الثلوج شتاءً صحيح إذا قلنا شرب المريض الدواء، فسيفهم السامع فعل الشرب من المريض لكن إن قلت شرب المريض الدواء صباحاً، فسيعرف السامع الوقت الذي شرب فيه المريض دواءه وهذا ما يسمى ظرف الزمان وإذا قلنا اختبأ الطفل، فسيفهم السامع فعل الاختباء من الطفل لكن إن قلت اختبأ الطفل خلف الباب، فسيعرف السامع المكان الذي اختبأ الطفل فيه وهذا ما يسمى ظرف المكان جيد جداً يا عبقري وهل هناك أسماء خاصة لظرف المكان وأسماء خاصة لظرف الزمان؟ نعم بالتأكيد ظروف المكان خلف أمام حول فوق تحت يمين يسار شرق غرب جنوباً شمالاً نحو اتجاه مثل الجنة تحت أقدام الأمهات يعيش العصفور داخل القفص يقف المصلون خلف الإمام وظروف الزمان صباحاً مساءاً نهاراً ليلاً ظهراً عصراً عشاءاً يوم حين ساعة وقت طوال خلال أثناء مثل يصيح الديك فجراً يصل الطلاب صباحاً اتجهت السفينة شرقاً وما هو حكم إعراب المفعول فيه ظرف المكان والمفعول فيه ظرف الزمان؟ سبقتني بالسؤال يا سمير إعراب المفعول فيه سواء ظرف مكان أو ظرف زمان هو أن يكون منصوباً دائماً فالمفعول فيه ظرف مكان يعرب مفعول فيه ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف والمفعول فيه ظرف زمان يعرب مفعول فيه ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف طيب هل تعلموا أن هناك ظروفاً مشتركة بين الزمان والمكان؟ طبعاً عند عند الباب عند الظهر وقبل قبل المكتبة قبل العصر بعد بعد الجامع بعد المغرب منتصف منتصف الطريق منتصف الليل بين بين الشجرتين بين الظهر والعصر وسط وسط الزحام وسط النهار وهل تستطيع أن تفرق بينها إن كانت ظرف زمان أو ظرف مكان يا سمير؟ ما يحدد دلالتها سواء كانت ظرف مكان أو زمان هو المضاف إليه فإذا دلت على مكان فتعرب ظرف مكان وإذا دلت على زمان تعرب ظرف زمان استمع للجمل التالية يا سمير وقل لي إن كانت ظرف زمان أم مكان إذا قلنا عند الباب فإن عنده ظرف مكان أما عند الظهر لا شك أنها ظرف زمان صحيح كذلك إذا قلت لك سأدلك إلى منتصف الطريق تكون منتصف هنا ظرف مكان أما إذا قلت سألتقيك في منتصف الليل تكون منتصف ظرف زمان إذن نستخلص من هذا النقاش أن المفعول فيه ينقسم إلى نوعين مفعول فيه ظرف مكان ومفعول فيه ظرف زمان وأن هناك ألفاظ خاصة لظرف المكان مثل تحت وداخل الجنة تحت أقدام الأمهات يعيش العصفور داخل القفص وأسماء خاصة لظرف الزمان مثل صباحا وليلا سأنتقل من بيتي صباحا سنعود مساء إلى الإمارات وهناك ظروف مشتركة بين الزمان والمكان يحدد دلالتها المضاف إليه مثل عنده قبله عند الباب عند الظهر قبل المكتبة قبل العصر وأن هناك ألفاظ خاصة لظرف المكان مثل تحت وداخل وأسماء خاصة لظرف الزمان مثل صباحا وليلا وهناك ظروف مشتركة بين الزمان والمكان يحدد دلالتها المضاف إليه مثل عند قبل إعراب المفعول فيه ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف إعراب المفعول فيه ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف إعراب المفعول فيه سواء ظرف مكان أو ظرف زمان هو أن يكون منصوبا دائما وبهذه الخلاصة المميزة والملمة بدرسنا اليوم والتي أبدعت فيها كالعادة أقول لكم إلى اللقاء